وقال الرئيس سيسي إنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات التوارئ والسلامة العامة في كل محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للتوارئ والسلامة كانت بمتابة حلمة تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات أشكركم جميعا كل السام في هذا مشوهد دكتور مصطفى وكل الوزرات المعنية بهذا الأمر وده كان حلم نبيه من سنين طويلة فاتت والحمد لله ربنا وفقنا وخلصناها تقريبا وأنا بس أريد أن أقول لكم على حاجة في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين إيه اللي ممكن تقدموا المنظومة دية للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة والحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل ويمكن دي كان محتاج مننا أن احنا في الإعلامية نشرح أكتر ونفاهم ناس أكتر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة